اشتركوا في القناة تحت شعار الذكاء الاصطناعي ونماذج الاعمال الجديدة والذي يأتي بالتزامن مع نعقاد القمة الثالثة لحوار التعاون الاسيوي وبمشاركة نخبة من صناع القرار في قطاع الاعمال بالقارة الاسيوية ووزارة التجارة والصناعة بدولة قطر هذا ويعد المنتدى منصة تجمع ممثلي قطاع الاعمال في قارة اسيا من اجل تعزيز شراكة والتعاون الاقتصادي بين دول القارة وقد تمت منقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتحديات في التحول الرقمي ومسار الاعمال نحو الذكاء الاصطناعي انطلقت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 في مركز البحرين العالمي للمعارض وذلك بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع ايكنوميست امباكت ويحظى المنتدى بدعم من مصرف البحرين المركزي وصندوق العمل تمكين وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية التفاصيل في سياق التقرير التالي يأتي منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 في نسخته الثانية ليصل التضوء على التطورات الرئيسية في قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين والذي يتميز بدعمه للابتكار واحتضانه للمواهب ذات الجاهزية المستقبلية الى جانب تنوعه ونموه طبعا هذا شيء مفرح جدا ان نشوف مؤتمر بهذا الحجم ومنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية يكون في البحرين بدعم وتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادي ودعم من المصرف البحرين المركزي وشفنا ان الحضور كبير جدا حضور عالمي لجهات مهمة جدا ان احنا تصير لنا فرصة من خلال هذه المنصة من خلال هذا المنتدى ان احنا نسمع لاخر التطورات في التكنولوجيا المالية موجود هذا المؤتمر في مملكة البحرين وهي المركز المالي للشرق الاوسط منذ الازل تكمل دور اللي قاعد يصير في العالم كله احنا اليوم دور مملكة البحرين دائما وابدا كان دور ريادي وقيادي في القطاع المالي ما بالك اليوم مع كل القطاعات الثانية التي تساهم في اثراء القطاع المالي بشكل عام التكنولوجيا المالية اليوم اذا ما تكاتفت جهودها مع المؤسسات المالية والبروك التجارية شركات الاتصال وغيرها من المكملات لهذه الامور ما راح يكون عندك انت الفاعلية في انك تتلبي رغبات الناس بالطريقة اللي هما يحتاجونها فالهدف من هذا كله ان انت تثري حياة الناس بما هما يرونه مناسبا بالطريقة المناسبة بالطريقة الصحيحة وايضا في بيئة امنة متكاملة جدا ومع استمرار مملكة البحرين اليوم في السعي لتكون منكزا اقليميا للتكنولوجيا المالية فان الرؤى واوجه التعاون التي يتم تعزيزها في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية سيكون لها دور حاسم في تشكيل مستقبل الخدمات المالية في المملكة وخارجها والله الصراحة اليوم يعني التقيد بكثير من المستثمرين في مجال الخدمات المالية والفنتك اللي كان عندهم شغف كبير انهم يبتدون مشاريعهم في البحرين ويندل على شيء فيدل على نجاح المعتمر في استخطاب المؤثرين والمدراء لشركات الفنتك من جميع انحاء العالم وهالنوع من المؤتمرات مهمة نحن بشكل متواصل ننظمها في البحرين علشان نراوي العالم كيف البحرين بسبب تشريعات مميزة والقدرة البشرية للبحرينيين نقدر ان نكون كمنصة رقمية نجدب شركات التقنيات المالية عشان تستثمر في البحرين هذه المؤتمرات الراعي الرئيسي للديجيتال في البحرين هو جلالة الملك الله يحفظها فاذا تلاحظ ان جلالة الملك قبل سنتين كان يدعو جميع الشركات في الحكومة وفي البوبليك ان يتجهون ديجيتال حتى في مؤتمر القمة كانت احدى المبادرات الخمس كانت عن الديجيتال وجودنا في هني في هذه المؤتمرات جميعا كبنوك كحكومة كلنا نشارك الخبرات يا بعض منتدى مستقبل تكنولوجيا المالية يمثل احد اهم التجمعات الهامة لقيادات القطاع المالي والخبراء في مملكة البحرين والمنطقة والعالم كما يتواكب المنتدى مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في البحرين والتي تهدف الى رعاية والتعزيز البيئة الداعمة لتكنولوجيا المالية داخل المملكة وبما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية الفين وثلاثين يأتي تنظيم النسخة الثانية من منتدى مستقبل تكنولوجيا المالية في مملكة البحرين انطلاقا من اهمية ابراز ريادة المملكة في هذا القطاع الهام لتصبح اليوم مركزا رائدا للقطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة والعالم خالد العون لمركز الاخبار تلفزيون البحرين شهد منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية الفين واربعة وعشرين الذي عقد بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية تتشين شركة اتيمي وهي منصة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي للأصول الرقمية وتهدف الشركة الى دعم إمكانية الوصول الى مجموعة واسعة من الأصول الأقل سيولة وذلك عن طريق الملكية الجزئية علاوة على فتح قنوات تمويلية جديدة لشركات لتمكنها من استهداف الأسواق المتنوعة وجمع رأس المال بشكل أسرع وأبسط كونها تستند على تقنية بلوكشين تعمل اتيمي على تحول الوصول الفعلية التقليدية الأقل سيولة إلى رموز قابلة للتداول رقميا ذات سيولة أكبر حيث تمثل هذه الرموز المدعمة بأصول العالم الحقيقي شكلا جديدا وأكثر ملاءمة من الأدوات المالية التقليدية مثل الديون والأسهم وغيرها من جانبها قالت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن إطلاق هذه المنصة يعكس التزام مملكة البحرين بدعم بيئة الأعمال لتكون أكثر جذبا للشركات الرائدة التي تستثمر في قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية والأصول المشافرة والخدمات الرقمية التي يقودها الذكاء الاصطناعية كما كنت أقول منذ قليل التكنولوجيا موجودة في السوق العالمي منذ فترة طويلة لكن هذا ليس كافيا نحن بحاجة إلى تشريع مناسب عدم الوضوح في التشريعات يمنع في الواقع تطوير العديد من مشاريع التكنولوجيا وهنا في مملكة البحرين قدم بنك البحرين المركزي عملة رقمية تمكننا من إنشاء عمل تجاري هنا في البحرين والآن نترككم عادال السوق المالية الخليجية ترجمة نانسي قنقر